وعواضع الامتحان يغدعك بالفكرة دي معاك عشرين ثانية تفكر في الثلاث أسئلة بناء على الفكرة ونعد على بعض تاني بالنسبة للجملتين الأولى والتانية فهي الفكرة واحدة يجي بعدها اف وضمان مفعول يعني يمكن من اللعب اختياط الوحيد اللي ما بيجيش معها افري يعني ممكن اقول افري اف انا ممكن اقول افري وان اف عادي انما افري اف لا سم بتاخد اف عادي ويجي بعدها ضمان مفعول اتش بعضو بتاخد اف فانا عندي تلات اختيارات بيجي بعدها اف وللعلم اول اف بيجي بعدها جامعة اللي هو اص سم اف يجي بعدها جامعة اتش اف يجي بعدها جامعة اذا في الجملة دي لازم نبص على توافق الفاعل مع الفاعل او بشكل اوضح لازم نشوف توافق الاص ده مع الفاعل هو فيه توافق ما بين الاثنين ايوة ليه لان الاف اص بيجي قبلها اللي بيتحكم فيه الفاعل ده الفاعل ده مفرد طب هل اول اوف لما بيجي بعدها جامعة بيجي بعدها فاعل مفرد طبعا لا انت لو عايز تقول اول اوف اص لازم تجيب فاعل لفاعل جامعة اللي هو هاف ما ينفعش تجيب هاز وهكذا لو عايز تجيب لازم تجيب الفاعل يتوافق مع فاعل جامعة الا وهو هاف بالتالي الايجابة الصحيحة للسؤال الاول هي ايتش ايتش اف اص هاز ليه بقى لان ايتش بيجي بعدها اف وعادي اسم جامعة ما فيش اي مشكلة ولكن الفاعل يجب ان يكون مفرد او بمعنى اضق الفاعل يجب ان يكون متوافق مع المفرد اوكي يبقى اذا مشكلة الجملة الاولى هي في الفاعل الا وهو هاز وجود هاز هي اللي خلتنا اجيب ايتش لو كان فيه هاف كنا ممكن اقول اول افس او كان ممكن اقول سام افس لو فيش اي مشكلة خالص مدام الفاعل جامع اجيب اول او سام مع اول او سام اف واسم جامع انما الفاعل مفرد جبنا ايتش المثال التاني ده لو انت طالب لا تجيد التنكيز تطلق بطفي اولا خلينا برضو نستبعي لان افري ما بيجيش بها اف افري وان اف اوكي خلينا نستبعد مست مست اصلا مش من الكوانتفاييرز مش من المحددات اوكي هي اما اول اما ايتش وان افري ما بيجيش عادي ايش افري ما بيجيش قال له طب نعمل بقى زي الجملة اللي فوق يا مست ونبص على الفاعل اه نعمل ولكن المشكلة اللي عندك ان الفاعل هنا سانت فاعل في الماضي بيجي مع المفهد بيجي مع الجامع لذلك انت هنا تحتار طب هنعمل ايه يعني انا عندي الفاعل ماضي وعندي الفاعل جامع و اول و ايتش بيجي معهم اف و اسم جامع والفاعل لو مع اول يبقى جامع لو مع ايتش يبقى مفهد ولكن سانت بتيجي مع الاتنين يبقى معنا كده ان انا لحد دلوقتي ملقيتش حاجات حددتلي ما انا لو وقفت قال الحد هنا احطاعم انما انا لو كملت قال لي اوف دا كونترز ان دا ميدل ايست سانت ذاير بعتوا الممثلين بتاعهم طيب هل بقى الضمير العائد ذا اللي هو جامع ينفع استخدمه مع ايتش قال لي لا لأ لان ايتش عشان تقدر تستخدم معها ضمير العائد لازم يكون في حالة المفهد فنقول ايتش لو كان في ايتش بالتالي كنت تختار ايتش لان ايتش بيجي بعدها اسم مفهد بيدل على مجموعة مفصلة او كل فرض في مجموعة ولكن وجود ذاير اللي هو جامع يرجح كفة اول فتبقى كل الدول في الشرق الاوسط لو تاني لو انا عايز اختار ايتش لازم الضمير العائد يكون ايتس ما يكونش ذير وجود ذير قال لي ان انا محتاج استخدم اول لان اول الفاعل معاها او الاسم اللي وراها بيبقى جمع بالضمير العائد بتاعه جمع انما ايتش حتى وان جاء بعدها اسم جمع بوجود الضمير العائد والفعل يجب ان يكون مفرد يبقى بالتالي بسبب وجود ذير كانت الاجابة اول نيجي بقى للسؤال التالت بص على اي الاولاد بيلعبوا بالحجاعة طب هتقولي طب ده اسم جمع فما ده اسم جمع فانا استبعد مطش اقول لك متفق معاك السابعة طب نسيب التال على جانب دلوقات شوف نصبها ده اقول لأ طب اصلا ذه ما يجيش بعدها ما يفعش اقول لك ده ده مش موجودة طب غلط هي مفترض لو انت عايز تجيب بتجي قبل ذه طب اتمنى استخدم ايه ما كل دول غلط استخدم ايوة استخدم ليه لان لتل هنا مش جاي بمعنى قليل لكمية لتل هنا جاي بمعنى صغير الحجم او صغير السن فانا لما اقول لك بص على الولاد الصغيرين يبقى لي صفة معناها صغير فنقدر اجيب كصفة معناها صغير مع الاسماء المعدودة بشكل طبيعي بشكل منطقي خلاصة القول لما يكون جايب لك of ذه واسم جامع او of وضمير ما فوق الجامع تخلي بالك من الفعل والضمير العائد لان لو الفعل او الضمير العائد جامع بتختار all لو الفعل او الضمير العائد مفهد بتختار each وما تنساش بان اللتل ممكن يجي بعدها اسم جامع في حالة ان اللتل معناها صغير في الحجم او صغير في السن اشتركوا في القناة